بيقولك مرة مره مدرس ترد وقال له ما تجيش غره معك ابوك ابوه خده وراح المدرس بيقول له ماله قال له ابنك غابي اوي ومش عينفع في الدراسة قال له ليه قال له تصرق يا عام وراح جاب له بدت نعامة وقال له دي بدت ايه حبيبي قال له دي بدت حمار مدرس ساكت وقال له اكفر بالله ما غششته بيقولك مرة واحد دخيل اوي اتجوز من مدرسه وهم اتفقوا مع بعض ان يشيلوا مصاريف البيت بالنصف هي تدفع ايجار الشقة وهو يدفع مصاريف البيت بعد 25 سنة جواز صاحبنا مات وهم المعلمة اكتشفت ان الشقة باسمه وهو بيصرف عليها ابن الايجار بيقولك مرة واحد غابي اوي راك خطف واحدة اخبة منه فهم ماشيين بالعربية عمالة تسوت وتسرق قالوا لها هتسكتي ولا هنزلك قالت له خلاص وهسكت الغباء ده نعمة احلى حاجة الغباء في الايام دي بيقولك صندق فالعالمين عامل عرض ست ليالي بمليون جميع شامل الافطار ياريت اللي بنزل الاخبار دي يراي ان احنا شعب باقس مش لا اياكل عشان احنا هنتشل الناس مش عارفة تجيب ربع فرخة ولا ورك فرخة فارحمونا عشان خاطر بنموت ترايح مرر اركب مقرباز فتحت بدل مقرباز وليه يا اول ما شافتني قعد التنادي على السواق الرجل من ناقس جي الرجل من ناقس جي قلت له انا ناقس يا بيت الجزمة وعدت اشتن فيها وعزق فيها فين وفين لما فنت من العربية مقصة راكب سامحوني بق واحد راح يعزف واحد جاره فبيسأل اخوه هو مات ازاي قال له كان بيحلم بالغد الافضل وعلي سأف الواقع المتهالك ده امنة الله يرحمك ابو علاء احنا قلسين يا رئيس فعلا ما تعرفش ايه مدمك غلما تعاشر مرات ابوك ايه الغلب والمرار ده واحدة حبت تغذل جزهة فكتبت بوست على الفيس زوجي هو وطني فعلقت لها بنت والوطن للجميع في ثانية اختفى المنشور حفاظا على وحدة الوطن وسلامة اراضيه ولا Harある شيء يتجعلنا يعيش في هذه الأيام سنحن فيها هو Comme الله يرحمك يا بعلاب الله يرحمك نصيحة لكل بنت قوعد صدقي راجلي يقولك انا ما باهتمش بالشكل والجسم انا اهم حاجة عندي الروح الروح ما باهتمش بيها بالعزرائيلي فواحد يشتغلك ويضحك عليك اهتمت نفسك انا خلاص يا ناس وصلت المرحلة مش لايه حاجة احطها في التلاجة غير اعصابي ايه الغلب ده اعمل جميل عشان اجيب كيلو لحنة بعد اسبوع عشان اجيب ورتين فراخ ده حتى الميا الميا غلط موظف باقس بايح للريز بتاعه في الشغل اشتا كيلو المرتب ضعيف وعايز زيادة والمصاريف اشتغلي عليك فقال لي ادني اهم حاجة في الدنيا الصحة مردت بجي اخر حاجة اتفكر في اهم حاجة الصحة قال لي السادة كلامك مصبوطة رئيس انا بلا ما يجيلو ديوف افرقهم على عدلاتي مشكلة الجيل الحالي انه عايز يعيش زي الاجانب ويموت زي الصحابة فمتجننناش معاك يا هتعيز زي الاجانب يا هتعيز زي الصحابة لكن شغل الجنان اللي بنشوفه ده ماينفعش يا كده يا كده شكرا